خلينا بداية نفهم تقييم عامل الدور الذي تقوم به الحكومة لدعم هذا القطع طبعا قبل كده ما كانش فيه اي كلام ايجابي او حقيقي على ارض الواقع كانت كل بيتكلم عن المشارعات الصغيرة والمتوسطة بس ما كانش فيه خطوات ايجابية حقيقية على الارض بالتم لحد ما نسيات الرئيس اطلق المبادرة لازي ما حد اكتفضلت كده المتين مليار بفايدة خمسة في المية ده معناها على طول قدى ميزة لهذا القطاع عن بقية الاقطاع يعني بقية القطاعات وبناءا عليه ده دافع علشان الناس يبدأ تشتغل سحيح ده اول استيب تمت او اول خطوة تمت انا بس ايزة ابدأ سنة كده بدري شوية اقول ايه مفهوم المشروع الصغير خلينا نتكلم عن الصغير ونسيب المتواصل لان المتواصل ده واحد بيبيع من خمسين مليون جنيه لحد ميتين مليون جنيه فهو ده يعني ايه بعيد شوية عن الاحتياج اللي محتاجه الصغير صحيح الصغير ده مفهومه انها تكنولوجيا قليلة فيسهل تعلمها تكلفة قليلة فممكن اعمالها اذا دورة الانتاج بتاعاتي تتبقى سريعة يعني عدد ضخم ممكن يشتغل في وقت قليل ويعمل هذا الكلام طيب المشروعات الصغيرة بتنقسم قسمين قسم منتج نهائي حضرتك وانا والناس كلها بتستعملوا زي ما قلنا قبل جابة لونة وتو سبيك وفورشا ومش عارف ايه والكلام ده وفيدي من نصري مغزية صناعات مغزية للصناعات الكبيرة اللي احنا بنا هل بدأ فيه نشتغل دلوقتي كخطوة اولى هو الاند بروتك اللي هو الاجزاء اللي حضرتك وانا وغيرنا بنستعملها طيب فيه تمويل ليها او فيه تمويل ليها حاليا طبعا وبصير فايدة مدعمة الخطوة اللي احنا هنشتغل فيها الفترة الجاية دي ان يتعمل ايه وازاي وفين ومين اللي هيشتري منك لينا هدف في الاخر نقول عليه ان انا اللي ما يقول له حضرتك النهاردة حضرتك هتعملي المجده المجده هتعمليه بالمكانة دي في الحتة دي والزبون في الاخرى هو وطول ما حضرتك شغالة عليك رقابة او بلاش نقول رقابة عشان ما بقاش الموضوع مزعج لك يدعم سواء في مجال الجودة عشان تستمري بتنتجي بصورة كويسة او في مجال سيانة الماكينات او حتى في مجال الحسابات لو احنا هاردة حضرتك عندك المفروض حسابات وكلام من ده فبدل ما كل واحد من المجمع الصناعي هيتعامل بصورة منفردة مع الحسابات لا ده فيه مكتب اساسي بيعمل هذا الكلام مكتب للصيانة بيرائب هذا الكلام مكتب للجودة كل هذا الكلام في الاخر تقدر تقولي يبقى فيه مجمع صناعي دور الشخص اللي فيه ان هو يشتغل وينتج وفقا لقواعد تم اعلامه بها مسبقا ترجمة نانسي قنقر